اشتركوا في القناة هذا الرقم هو اشبه بالتراك النمبر حتى الطالب يتابعون حالته لازم يكون عنده رقم من خلاله يتابعون حالة الطالب يعني مثل سنوات الدراسية اذا اكمل اذا مثلا احيانا من يريد يعني هو بالحقيقة رقم تعريفي اشبه مثلا احنا عدنا مثلا بالهوية الوطنية بالعراق عدنا الرقم الوطني اللي هو يكون ظهر الهوية اللي يبدي بتاريخ الميلاد فهو اشبه هذا الرقم رقم تتبع من خلاله تستطيع يعني المؤسسات يعني كالدولة مثلا تتبع حالة الطالب لان احنا نعرف الطالب من يدخل للجامعة يكون عنده رقم طلابي بالهوية من خلال الجامعة تتبع حالته نفس الحالة الدولة حتى تتبع رقم الطالب حتى تتبع حالة الطالب يكون من خلال الرقم من خلال الكود رهقيري طبعا هذه العملية كلش سهلة ان شاء الله انا راح اشرحها خطوة بخطوة كل الامور الفنية كل الويب سايتات اللي راح تحتاجها راح اشرحها هنا بالتفصيل كل اللي اطلب من حضراتكم يعني الاشخاص اللي يريدون يحصلون على هذا الرقم اطلب منعدهم انه يكون مجرد يعني انصحهم انه تكون عملية التقديم من خلال الحاسبة اللابتوب وكذلك انصح يعني انه تكون كل مستمسكاته يعني كجواز السفر وثيقته القبول اللي محصلة من الجامعة كلها تكون عنده نسخة الكترونية هذا كل اللي نحتاجه بقية الامور كلها هنانا راح اشرحها شنو اللي تحتاج شنو ويب سايتات نحتاج الروح لها شنو اذا كانت عندنا مشكلة بالوثائق من حيث الحجم راح نشوف بالموقع يحددنا بحجم معين من الميجا بايت فاحنا كيف راح نصغر هذه حجم الصورة او حجم الوثيقة كل هذه راح اتطرق لها بالتفصيل اكيد احبائي انا هذا الشرح هو شرح لوجه الله شرح من باب المعرفة لان كثير من الاحيان انا دائما اشرح فيديوهات لما يتجيني بعض الطلبات من بعض الطلاب يعني يقولون مثلا اذا امكن يكون عندنا شرح عن كذا مسألة او كذا حالة واكيد حسب ما يملي علي الوقت اكيد هذا الشرح هو انا يعني بالحقيقة اشرح من باب الفائدة والمنفعة لوجه الله خالص ما اريد من اي شخص سوى الدعاء كذلك هذا الشرح اللي اشرحه قد يكون ببعض الاخطاء بعض الامور انا بالنهاية بالحقيقة اشرح حسب طراءتي اقرأ واطلع وكذلك اسأل من بعض الاشخاص اللي هم بالاخصهم الامور وعن طريقة يعني اخلي الفيديو اشرحه فيعني قد اذا كانت اكو اخطاء او اكو بعض الامور اللي اذكرها فاكيد انا ما اتحمل مسؤوليتها وانت كشخص معني او كمتابع اكيد راح من تطلع اكو امور مفيدة اكو امور قد تكون اذا بها اخطاء او غيرها انت مسؤوليتك ان تسأل و تستفسر اكثر واكثر انا شفت بالحقيقة انه الكثير من الاشخاص وعلى صفحات معينة يطلبون مبالغ مقابل رقم رحقيري وبالحقيقة هي العملية كلش سهلة ما تحتاج هالمبالغ المبالغ اللي يطلبوها احيانا بيها جشع بالحقيقة فاني حبيت اذلل هذه المسألة للطلاب وحتى تكون ايضا هي من باب الثقافة لان احنا نعرف انه احنا بكل مرحلة لازم تكون عندنا ثقافة في بعض الامور الاشخاص اللي حابين يدرسون على طول لازم تكون عندهم ثقافة كيف يزورون الموقع الخاص بالجامعة كيف يطلعون على القبول من هذه الامور ان شاء الله ايضا في حلقات قادمة راح اتطرق الى كيفية انقدم للجامعة كيف نجري تقديم لجامعة معينة طبعا اليوم شرحت الفيديو بهذا الموضوع حسب ما يتسنى للوقت وحسب كثرة الطلبات مستقبلا ان شاء الله راح تكون عندي شروحات الها صلب هذا الموضوع سواء تخص التقديم على الجامعة او سواء كيف نخاطب الجامعة كيف نقدر نخاطب الجامعة مثل دائرة القبول وغيرها كلها ان شاء الله حسب ما يملي وياي الوقت مستقبلا طبعا احبا اهم شيء او شيء ادعلكم الى انه تنضمون للقناة هذه القناة الخاصة بيه احمد الحسيني اكيد انتو اذا تشاهدون هذا الفيديو فانتو عليها كل اللي اطلب من حضراتكم انه تضغطون على زر السبسكرايب او الاشتراك وتشتركون بالقناة بالنهاية هذه القناة هدفها هو نشر المعرفة فانت ايضا لا تبخلويا اصدقائك بمشاركة القناة حتى تعمل فائدة وخير الناس اكيد من نفع الناس دائما تنتبهوا اللي احبائي بالفيديو اكو صندوق اسفل الفيديو اللي هو صندوق الوصف هذا راح تكون لينكات معينة روابط معينة ممكن اشاركها راح تكون قوائم تشغيل مهمة ممكن اشاركها احبائي مثل ما تلاحظون انا عندي هذه قوائم التشغيل ادي قوائم تشغيل كثيرة انصحكم احبائي بقائمة التشغيل مهارات مهمة للغاية وبقائمة التشغيل شرح برامج هندسية لان القائمتين بالحقيقة هنا يعتبرا طبعا اكيد اكو قائمة تشغيل سافر لتتعلم اكثر travel to no more هذي القوائم اني بصراحة بشكل مستمر احدثها في فيديوات عامة مثل الفيديو اللي اني بصدد اليوم اللي اذا اشرحها فهذه القوائم انصحكم تطلعون عليها وبيها شروحات كلش كثيرة هسه يمكن شخص يطلع يكون ما عنده معرفة عن استخدام الحاسبة مثلا فبمهارات مهمة للغاية راح تلقون فيديوات تشرح كيف نستخدم الحاسبة كيف ننشئ حساب اليكتروني وكثير كثير من الامور ومن الشروحات مثل ما تلاحظون هنا مهارات مهمة عندي 105 فيديو والعدد في تزايد شرح برامج هندسية عندي 36 فيديو و travel to no more 3 فيديوات والعدد في تصاعد فاني كل يعني ان شاء الله حسب ما يملي الوقت اضيف فيديوها طيب خلينا نبدي بالعملية قول الشي راح نحتاج نروح لهذا الويب سايت اللي هو اللي هو يبدي SA مثل ما تلاحظو SAORG.IR.8081 SLASH INDEX.PHP هذا الموقع اللي راح نحتاجه طبعا هو هنالا الموقع متكون من 6 خطوات اول خطوة يسميها Application 4 طبعا بالمناسبة راح تلقون الموقع بتلاث لغات هذه اللي على اليسار الانجليزي والبالوسط الفارسي واللي على اليمين هي طبعا هي الفارسي بالحقيقة ما موجودة العربي بس احيانا اشوف من نتقدم اكو يعني شروحات بالعربي احنا طبعا راح نشرح على الانجليزي افضل يعني ايضا ننصحكم يعني بالانجليزي راح يكون كافي ان نعاني وياكم خطوة بخطوة فالخطوات تبدي بال Application Form اللي هو نموذج التقديم وال Education Form نموذج الدراسي يعني وال Family Form تملي امور تخص عائلتك وال Question Form بعض الاسئلة وبعضها Upload Form هذا نموذج تحميل الصور وبعدها ال Confirmation Form هو نموذج التأكيد وطبعا راح نحتاج موقع الالكتروني اخر لان الصور احيانا قد ما تكون مطابقة للمواصفات من حيث الحجم يعني هو قد يكون طال بين 50 ميجا او 50 كيلو مثلا واحنا الصورة قد تكون اكبر من المطلوب فنحتاج نضغطها للصورة من حيث الحجم حتى نحملها للفور طيب هذا النموذج هذا طبعا اكيد اللينك راح يكون بالوصف اللي هو هذا مثل ما تتشوفون انا دعا اشار عليه طيب راح هنا مثل ما تلاحظون على الفورمز نضغط على Application Form واضح Application Form مثل ما تلاحظون هنا قلت لكم قبل شوية انه راح تلقون الشرح انجليزي اللي هو هذا على اليسار وهذا العربي وهذا الفارسي اللي هو مثلا Given Name الاسم اللي هو اسم والنعم هسا Given Name مثلا انا راح اكتب مثلا عباس اوكي واللقب مثلا حسن اوكي ال Passport Number هنا نتخلون الحرف خليني اخلي اي مثلا خليني اخلي مثلا 18 16 طبعا بالمناسبة دائم لامور عشوائية انت بالنسبة لك لا اكيد انت دتم لي معلومات لازم تكون معلوماتك دقيقة كل مستمسكاتك مثل ما قلت لكم جاهزة لان هذا الرقم منت حصله صعب تغيره واقول لكم فالشغلة كلش مهمة انت اذا كنت مقدم بجامعة ثانية يعني مثلا انت مقدم على جامعتين وعندك معلومات او عفوا مقدم على رقم رهقيري الجامعة اخرى انت يعني مثلا قدمت مسبقا على جامعة اكس وعندك رقم رهقيري من عندها هسا قدمت على جامعة مثل واي وعندك رقم تريد رقم رهقيري تخلي ببالك لازم تلغي ذاك الرقم قبل لتقدم لهذا الرقم وطبعا انا انصح الطلاب من تريد تحصل على هذا الرقم لما تكون انت تماما يعني مقرر لجامعة معينة وراح تدام بهذه الجامعة يالله تبدي تكون هذا تبدي تنشئ هذا الرقم فهسا احنا نكمل هذه العشوائية راح اخلي مثلا 19 20 هذا رقم الجواز راح يقول لي date of issue مثلا اقول لي واحد واحد مثلا 2020 خليني اقول له اوكي مواليدك مثلا اقول له واحد واحد كلها عشوائية انا مثل ما قلت لكم راح اقول مثلا انا مواليد مثلا 1900 مثلا و95 كلها قلت لكم مواليد عشوائية هذه place of issue وين جوازك صادر مثلا خلينا نقول بغداد وين مولود مثلا خلينا نقول مولود مثلا واسط اي ايش قد الباسبورت ايش قد نافذ الياه غاية راح اقول له مثلا انا مثلا اقول له واحد واحد انا اصدار 2020 اقول له مثلا 28 مثلا هنا انا اقول لي male او female اقول له مثلا male country of birth iraq citizenship iraqi religion مثلا هنا انا عدنا خيارات معينة شو نريد نختار ما اكو مشكلة مثلا خلينا نقول other انت كيفك انت خلي معلومات اللي تخصك الحالة الزوجية مثلا اقول له single او متزوج طبعا اذا كتبت مرد هنا راح تحتاج مثلا قد يكون عندك اطفال اذا ما عندك اطفال تقدر تخلي صفر تنتبهون احبائي الشغلة كلش كلش مهمة تلاحظون هذي هنا انا اكو هاي علامة النجمة هذه علامة النجمة هذه العلامة معناها مندتري اجباري انه احنا نخلي هذا احبتي هذه العلامة اللي هي اشبه بالنجمة هذه معناها المعلومات لازم تدخلها معلومات اجبارية واضح احباي اما الاماكن اللي ما بيها نجمة مثل هنا تشوفون ما عندنا نجمة هذه معناها بامكانك تمليها او ما تمليها لكن اللي وياها نجمة فاكيد لازم تمليها طيب ما اطلب من عندنا رقم تليفون دائما خلوا ابدوا رقم التليفون بعلامة الزائد اللي هي بالحقيقة تحل محل الصفر صفر تحل محل الكود الخاص بالبلد بعض البلدان من نتصل عليها لازم نكتب صفر صفر وبعض هنكتب صفر واحد فاحنا حتنزيل هذا الاشتباه دائما نخلي زائد ورمز البلد مثلا بالعراق احنا رمز البلد تسعة ستة أربعة ورقم التليفون ويخلوا اي رقم تليفون مثلا هاي معلومات اذا كان عندك اكثر من رقمين تخلي الرقمين اذا تحب اذا ما عندك يعني تخلي اي رقم عشوائي لكن اكيد افضل انه تملي رقم تليفون واكيد بالنسبة للطلاب اللي مسافرين عدهم رقم عدهم تليفون البلد اللي هما يدرسون بي فاكيد ضروري تتعبير رقم لان احيانا خاف صير مشكلة يتسسون بي طبعا مثل ما تشوفون هذي اول فور مليانا طبعا انا احاول قد يكون الفيديو طويل لكن نملي خطوة بخطوة حتى الكل يكون على الطلاب افضل حتى نشوف شنو اللي يصير عدنا بعد ان اتكمل نضغط على تأييد موقت او اكسيت طيب نتأكد انه احنا الصفحة اللي السابقة انه انملت عدنا خلينا نرجع نشوف الصفحة السابقة احنا احنا تذكرون بهذا الفورم كان عدنا الابليكيشن فورم الدوكومنت فورم هنا يسأل عدنا الادجوكيشن اتينمنت الادجوكيشن اتينمنت يقصد به التحصيل الدراسي مثلا اذا انت تدرس ماجستير فاكيد اخر تحصيل اليك هو باكالوريوس فهنا الخيارات عدنا ديبلوما اسوشييت باتشلر ماستر دكتور بي اج دي عفوا فاحنا مثلا اذا اريد ندرس ماجستير فاكيد لدينا الخلفية العلمية الدقرية الخاصة بنا هي الباتشلر مجال الدراسة مثلا مثلا انجينيرين اكتب له مثلا هنا الناس المنطقة المنطقة مثلا هنا من هنا محصلها انت مثلا نكتب بغداد الونيفيرسيتي اف بغداد مثلا الونيفيرسيتي اف بغداد طيب اهنانا الاجوكيشن ريكوست اهنا المكان اللي انت راح تدرس تدرس بي اللي حاليا انت حصلت قبول بي وتريد تدرس بي فهنانا هم بالحقيقة تلاحظون هذه النجمة اهنانا نضغط على هذه الاتلاث نقاط اذا ريد نبحث اهنانا نخلي اسم الجامعة ونبحث عليها ونقدر نضغط على هذا الرمز تظهر لنا كل الجامعات الموجودة واضح احباي مثلا خليني اختار مثلا مثلا اي جامعة اي جامعة اي جامعة ببالكم ما عدنا فد جامعة مخصصة بس خلينا مثلا دانشك طهران اهنانا هو تلقائيا بهذه choose location for admission هذا هو راح اختار تلقائيا يعني هسان اذا غير من طهران مثلا علوم بازشكي طهران راح شوفو هنا medical science of تهران اوكي فهو راح يغيرها انا طبعا خليني اختار جامعة اهنانا شنو اللي تريد تدرس انت بهاي جامعة تريد تدرس كورس لغة Persian Language Learner ازين تريد تدرس associate license اللي هي associate او bachelor او master او phd اريد ادرس ماستر مثلا طيب اهنانا يقول لك شنو المجال اللي تريد تدرس مثلا اهنانا ارجع اقول اذا تريد تبحث عن المجال اذا ما تريد تبحث عن المجال تقدر تنزل هذه القائمة مثلا اهنانا مثلا 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 مهندس مهندس بزشكي medical engineering اوكي طبعا انت اكيد كطالب تعرف انت الاختيار اللي تدرس باللغة الفارسية شنو اسمه اوكي اكيد انت من تقدم على اي جامعة انت اردي تعرف الاختصاص يعني شنو الاختصاص اللي تريد تقدم عليه تعرف اسمه بعدها اهنانا اذا عندك انت بالكلية اللي مقدم عليها عندك رقم طبعا لاحظوا احباي اهنانا تلاحظون اكو نجمة حمرة وهنانا اكو نجمة حمرة وهنانا نجمة حمرة يعني هذه اجباري لازم لازم تمليها اهنانا اذا تلاحظون اختياري هو اهنانا شي يقول لك هذا مثلا اذا انت الجامعة اللي قدمت عليها منطيق رقم قبول او منطيق مثلا اذا هي خطأ اذا اذا تملي بس خلي ببالك اذا مليت خطأ يعني راح يقول لك هذا الرقم ما موجود يعني هس احنا خلن ملي خطأ انا ما عندي رقم 456 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا رقم خطأ ما عندي ما موجود طبعا انت تقدر ما تملي وتطي تأييد تطي accept وتقدر لا مثلا اذا موجود عدك تملي بس انا هس عندي رقم خطأ هذا اللي هو من 1 لل 8 هذا خطأ راح انطي تأييد شوفوا شنو اللي يقول لي scholarship code is not valid لاحظوا question form scholarship code is not valid يقول لي هذا الرقم اللي دخلت انت مو صحيح فاني راح انطي return ارجع فانت بس هو شي يفعل من يعبر من يرجع لي لا يعبر ني للصفحة اللي وراها انا قلت لكم لاحظوا هنا نش عدنا application form document form اوكي فيعبر ني للصفحة اللي بعد هاللي هي مثل question صفحة الاسئلة هنا انا يقول لي هنا انت من يام وكان يقول لي مثلا انا يقول لي من واسط يقول لي اريد postal code الرقم هذا postal code طبعا كل البلدان بالعالم اكو اغلب البلدان تستخدم شي اسمه postal code امريكا مثلا تستخدم شي اسمه zip code يسمى هذا الكود مثل العنوان طبعا اذا هو هنا يقول لك اذا موجود دخله اللي هو من 10 ارقام لاحظوا 10 ارقام اذا ما موجود خلي صفر احنا ما عدنا راح نخلي صفر هنا يقول لك العنوان عنوان اللي موجود عنوانك بلدك او عنوانك مثلا ب ايران فانت مثلا تقدر تقول مثلا مثلا خلينا نقول السعدون مثلا عنواني مثلا السعدون مثلا مارت مثلا فاتمة مثلا مثلا هذا هيتش من باب الغداد انت طبعا كم للي يعجبك الراك اكيد تليفون نمبر راح اكتب بالتليفون نمبر التليفون نمبر مثلا زائد 964 مثلا 77 مثلا عرقا انت املي كلها هذي المعلومات اللي دعم لها انا غلط مجرد اشوفكم البروسس اشوفكم شن الفورمات بتطلع عنا شن اللي يطلع عنا اذا خطأ اما انت فيا عزيزي تملي معلومات اكيد صحيحة 100% اهنا انا يطلب من عندنا اليميل مثلا a at b dot com طبعا انت لازم لازم عندك ايميل متعرف تسوي ايميل تروحون لقائمة التشغيل مهارات مهمة للغاية هذه القائمة اللي عندي تفتحها بصفحة ثانية اوكي احباي ومن تفتحوها هذه لاحظوا احباي راح تلقون هنانا كلها هذه فيديووات اكو هنا عندي فيديو بهذه القائمة لاحظوا اللي هي مهارات مهمة للغاية تلقون اكو فيديو بتلاحظون هذه كلها شروحات حتى كيف تنصب نظام تجميل ويندوز موجود بهذه القائمة اكو هنا فيديو انا شارحة كيف كيف تنشئ بريد الكتروني اوكي كيف تنشئ بريد الكتروني حتى كيف تنشئ حساب على اليوتيوب بكل كل الامور موجودة هنا بهذه القائمة واضح احباي اهنان مثلا قلنا الايميل اذا عندك اذا ما عندك وما تعرف مثلا ما قلت لكم تجون المهارات مهمة للغاية هذه وهنا تشوفون كيف تنشئ الايميل اهنان يقول لك النوع الاقامة اوكي انت مثلا شنو ش عندك اهنان مثلا اهنان انت بالبلد مثلا بالبلد اللي تدرس به شنو نوع الاقامة اكو عدة اقامات طبعا هسا مبدئيا احنا راح نختار الاسبورت اللي هو جزر نامة راح نمش ويه هذا الخيار اهنان type of فيزا نوع الفيزا طبعا انت اذا طالب الطالب نوع الفيزا تكون يسموها educational اللي هي تحصيلي طبعا اكو هاي نشوف احنا انوار residence اللي هي اقامة يكسال اكو هاي permanent residency اقامة دائم وهذا العمل وما اعرف شنو هذي ادنى هواي لكن انت اكيد اذا طالب فهي تحصيلية يسموها الفيزا الخاصة بتحصيلية طبعا هناك تشوفون انو هذا اجباري نملي هذا اجباري هذا اجباري اي شي بيه علامة النجمة ونجمة حمرة بعد هذا يقولك لازم تملي ولازم يكون صحيح طبعا هاي اقامة هنا اعتقد هاي شمورة اختصاص سي كارت امايش ما اعرف بس يعني ما اعرف بس اكو بالمناسبة بالنسبة للاشخاص اللي يملون تقدر هنا تختار احيانا يعني اذا تريد بعد دقة اكثر كل شي قبل لا تملي مجرد تجيب هذه الكتابة وتخليها هنا شوف وتخلي الترجم عربي انجليز رقم شوفوا هذي معناها رقم البطاقة المخصص هذي مثلا هنا شنو معناها كل شي تقدر تجيب اكوبي بيس احنا هذي طبعا مثل ما تلاحظون اختيارية فما راح عمليها هنا طبعا يطلب من عندك name هنا name two of your iranian or non iranian friends relatives preferably iranian who are living in iran provide their telephone number if possible هاي طبعا معلومات يقول لك اذا عندك اصدقاء يفضل يكونون ايرانيين عايشين بايران مثلا هاي بكل بلد دائما من تملي ايفون يقول لك اطينا رقم تليفون الشخصين هما من اهل البلد حتى نتواصل وياهم بخاف يحتاجون معلومات شي احنا طبعا ما عدنا هذه المعلومات فراح كل اللي نسوي بعد ان ملينا هذه المعلومات نطي موافق بعدها راح يطلب من عدنا upload your passport your cv graduation certificate و current student id card and recommendation image طبعا هاي معلومات هي اللي يريدوها اللي هي بالنسبة لهم طبعا كل بلد يحدد المتقدم الى بعدة معلومات لكن اكيد يريد من عندك صورة الجواز صورة شخصية مثلا هنا يريدون صورة الجواز الباسبورت cv اللي هو curriculum vitae اللي هو السيرة الذاتية graduation certificate اللي هو عبارة عن وثيقة التخرج او ما يثبت تخرجك تعيد مثلا وال current student id card هاي انت يقول لك اذا بجامعة معين لانك بعض الطلاب يقدمون ويروحون للجامعة ويزر لهم card طالب وهو قد يكون الرهقيري ما محصل فيقول لك اذا موجود عندك حمل لي وحمل ركومنديشن امجز ركومنديشن امجز اعتقد هذه يعني هي اذا نفس هاللي بالقبول من تنقبل الجامعة لازم اكو استاذ يكتب بيك رسالة توصية اللي يقول بانه هذا يستحق ان يدرس ويكمل طيب هاس احنا راح نجي نحمل الصور اول صورة هنا مثل ما تروح انتقرون personal امج بس شي يقول لنا يقول لنا اريد 50 كيلو بايت بالعادة احنا ولكن الكاميرات اتطورت والرزاليوشن صار عالي فاغلب الصور تشوفوها صراحة هي بالحقيقة اكثر من 50 كيلو بايت خلينا نجي نشوف على الديسكتوب خلينا اشوفكم هذه الصورة اللي هي الصورة الشخصية مثلا الخاصة بيه هذه الصورة الشخصية اذا اجري البروبرتيز اشوف اشقد حجمها القى حجمها واحد واحد وارب واحد طبعا هنا واحد وخمستعش بالمية ميجا بايت طيب الميجا بايت هي 1024 كيلو يعني انا تقريبا هذه الصورة حجمها بال جزء 1100 كيلو بايت طيب هو اشقد يريدها يريدها 50 كيلو بايت اذا ش اصبحوا بهذه الحالة كل اللي اسوي اروح لهذا الويب سايت اللي قبت لكم عليه هذا عندي الويب سايت اللي هو كوم برس اميج هذا ايضا راح يكون انا اخلي اخلي اللينك الخاص به طبعا بالمناسبة انا اشتغل الصورة هنان اللي عندي الخاصة بي هي نوع جايبك يسموها تلاهظون جاي بي جي جايبك ممكن تكون الصورة غير نوع مثل قد تكون الصورة نوع بي ان جي او قد يكون الصورة نوع يسمو جي اي اف جيف فانواع كثيرة للصور على اي اتحال طبعا بالمناسبة هذا الموقع اللي هو online tour هذا هو بحث ذاته اراد لشرح انا ان شاء الله اشرحه على فراغي وارفع يعني ارفعه يعني فانتوا تابعوا قائمة مهارات مهمة للغاية يعني راح يكون موجود بها الشرح طبعا هذا الموقع كلش كلش مفيد بشروحات كيف تحول الصورة وكيف احيانا نحتاج الصورة بدون خلفية بكل الشغلات كلش هو امور احنا اليوم فقط اللي نحتاج كيف نصغر الصورة راح نستخدم فاني هذا مثل ما قلت لكم على jpeg هنا انا راح ارفع الصورة راح يقول لي وين الصورة مخزونة انا راح اقول لي على desktop انزل اختار الصورة قبل لا اختار الصورة لاحظوا احباي لو حاولت ان ارفع الصورة بحجم ها الاساسي لاحظوا شين اللي يقول لي حتى تعرفون شنو الفرق هنا انا يقول اندازة تصوير بيشتر اس خمسين كيلو بايت است انا ما اعرف شنو معناها بس خليني احط ها بالمترجم يقول حجم الصورة ما معناها هذا حجم الصورة اكثر من خمسين كيلو بايت واضح اذا فما يصير لدي ما يقدر يسحب لي اياها فخليني اروح ازغر هالصورة هذا الموقع بالدسكتوب انت دائما نخلوا ملفاتكم من تريد انت قدمون على الدسكتوب حتى رأسا توصلوا للدسكتوب هذه الصورة اختارها لاحظوا هنا انا اش يطيني يطيني معلومات بالستاتيستيكس يعني بالاحصايات يقول لي حجم الصورة المدخلة واحد وخمسطعش ميجا بايت حجم الصورة خمسة وثمانين ستة وثمانين كيلو بايت طيب هو اش قد يريد هنا اريدها خمسين كيلو بايت انتبهوا هذه الملاحظة كلش مهمة بالصورة انا انا واحد ميجا صارت خمسة وثمانين كيلو بايت بس بعده ما حقيقت الشرط لازم خمسين كيلو بايت فاش اسوي احبائي مسألة كلش بسيطة لاحظوا هذا الكمبريشن اخلي خمسة وسبعين بالمية اش قد صارت الصورة عندي ثمانين بعده قليل خليني اخلي ثمانين بالمية لاحظوا ده اغير اش قد صار حجم الصورة صار عندي سب ستة واربعين ونس كيلو بايت يعني سبعة واربعين يعني اوكي كملت هو هذا الحجم اللي اريده اقول لها save اقول اقول راح يقول لي وين تريدها انا على الدسكتوب اختار مثلا هذه تريد تغير اسمها غيرة ما تريد تغير هو راح تنحفظ بصيغة output hyphen online jpeg tools انا راح اغيرها مثلا اخليها اكتبها احمد دول وقط save هس انحفظت الصورة عندي اوكي هس اذا اجل للدسكتوب اشوف صورتي اللحظوا هذه الصورة ما مضغوطة الاصلية وهذه الصورة اللي هي اسمها احمد المضغوطة راح ارجع عني احملت من التور راح احمل الصورة لاحظوا هس المفروض ما تطلع للرسالة اللي طلعت لي لاحظوا اذا احمل الصورة الاصلية اللي هي الشبيرة لاحظوا هذه الصورة الشبيرة اللي هي احمد photo ش راح يطلع لي يقول اندازة تصوير بيشتر 50 كيلو وايت اس المفروض من أحمل الصورة اللي أقل من 50 ما تطلع لهذه فهذه الصورة اللي هي اسمها أحمد إذا تذكرون نطيها أوكي لاحظوا حملها وطلعت للصورة هنا طيب حس طبعا يريد صورة الجواز صورة الوثيقة مثل وثيقة الدراسة ما لتك اللي أنت مثل إحنا البكالوريوس على سبيل المثال هنانا الركمنديش اللتر أوكي وهنانا السيفي كلهم ذولة مجرد حتى لأن ذولة بتلاحظون ذولة إذا ما أمليهم بتلاحظون هذه العلامة العلامة النجمة الحمراء ذولة لازم أمليهم إذا ما أمليهم ما يعبر لاحظوا شي يقول لي شوف ما يعبر للخطوة الوراها يقول لي أنت أكو شي ما مليتا لا هذه شنو معناها الكتابة يقول لي سجل صورة صورة جواز السفر واضح؟ فأنا لازم أخلي جواز السفر طبعا أنا كلهم راح أخلي نفس الصورة اللي هي هاي الصورة 50 كيلو بايت بس أنتوا بالنسبة لكم أكيد صورة الجواز تتأكد من عيدها صورة وثيقة التخرج كل الصور تتأكدون من عيدها خلوا ببالكم هنا أنا شوية طاني مساحة أكثر هنا أنا صارت 100 كيلو بايت بس أنتوا بعد عرفتوا شلون نشتغل أنه إحنا بالصورة نزغرها ونكبرها عملية كلش سهلة ستريت فورورد هذه أمليها أوكي أحباي هس هذي كل هنملت بس انملت نفس الصورة طبعا كل اللي أسوي accept طبعا إذا ما تملون ما ترفعون الصور تطلع لكم رسالة خطأ تخلوا ببالكم شوف هنا أنا شي يقول لي save all data and get ID code يعني يقول لك مجرد أنت فقط save راح تحصل يعني هسه راح تشوفون أنه إحنا بهذه الخطوات راح نحصل code راح قيري هنا أنا شي يقول check information if you get code you cannot you cannot modify you cannot modify information or send photo يقول هسه إذا this تأييد نهاي accept إذا مو حجمها 50 الصورة الشخصية أول صورة لازم تكون 50 كيلو بايت بقية الصور 1100 أنت تتأكد محقق هذا الحجم لو ما محققه إذا ما محققه الحجم تروح لهذا الموقع اللي هو online jpeg tool تزغر بها وكل وحدة تسميها passport تسميه passport certificate graduation certificate تسميه مثلا حتى من تجي تمليهم ترفعهم للموقع أنت تكون متأكد يا صورة ترفع فهنان يقول لك ترى أنت إذا خليت المعلومات بعد وجاك code الرهقيري ترى بعد ما تقدر تغيرها صعبة العملية فأني هنا أنا أقول لها أوكي ما عندي مشكلة راح هذا الكود اللي يطلع لي على اليمين بتشوفوا عمليه بهذه الجهة اللي هو الستة خمسة أربعة ثلاثة راح أقول لها تأييد نهائي يقول لي family information is not complete شوف يقول لي هنا من شيك يقول لي family form error family form error معلومات family خطأ لأنها بالحقيقة احنا family ما منليناها فراح يرجعني من الغطرتين راح يرجعني للinform عمليها وطني راح أتجعلها آني هنا أنا يقول لي مثلا هنا شيريد من عندي يقول لي family member information father mother brother sister هنا بس هنا مكتوبة مشخصات مشخصات dunifer as afraat khanavade أولوية babadar و madame يقول هنا أنت لازم تملي شخصين من العائلة بس الأولوية للأب والأم لاحظو هسا هذي إذا نخليه بالمترجم هنا يحدد يستخدم google translator مثل ما تلاحظو من هنا تقدر حتى تغير اللغة أنا طبعا استخدمت من الفارسي للعربي مثلا لأن أنت بالنهاية أنت تريد يعني من الفارسي للعربي لماذا تذهب من الفارسي للعربي حتى تكون أوضح الوضع مثلا تكتب هذا علي هو أبوي مثلا هنا أنا مثلا نقول مثلا 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 والrelationship هي مثلا ماذا أوكي هذه معلومات العائلة اللي إحنا ما مليناها أنا قلت لكم هذه بالفورم أكل family من عفوا من ملت عندنا أوكي إحنا ملينا الapplication والdocument بس الfamily ما ظهرت عندنا والquestion والimage file upload كلها هذه طبعا أنت قد يعني ما تظهر لك هذه بس أكيد أنا أفضل يعني بالحقيقة أتعمد تظهر عندنا بالمال أخطاء حتى أشوفك أنه من يصير عندنا خطأ أنه عادي نقدر نصحح الخطأ ونرجع فسأنا راح أطيد تأييد مو تأييد راح أمر عليهم خطوة خطوة خاف يعني لأن لأن لاحظوا بعد الفورم ما لل family لquestion فراح أمر هسا بالquestion وبال file مثلا الخطوة الثالثة ومن أصح حوام لها راح يقبرني من الثالثة للرابعة للخامسة لحد ما أوصل للأخير هذه ما عندنا بها المعلومات اللي مليناها ما عندنا بها مشكلة وهم هي فرصة راجحة فراح أطيد تأييد ما عندي مشكلة الصور لاحظوا مثل ما تلاحظون الصور محملة لاحظوا هو محملة لأن هو حفظ لي هذا السجل هذا التسجيل حفظ إلي مجرد ما أطي موافق راح يحفظ ها بالسيرفر الخاص بالسيستيم هي محفوظة بالسيرفر بس مجرد يطين الرقم الراح قيري فراح أنا أطي تأييد لاحظوا أنتظر يحمل طبعا ضروري يكون النت كل ضروري يكون النت عندك سريع هذا 7 2 عفوا 1 2 7 4 هذا الرقم أملي هنا راح أنطي تأييد حس هذا ما عندي مشكلة المفروض يطلع الكود راح يديري لاحظوا هنا ندي يحمل لاحظوا لاحظوا أحباي You Your Data Successfully Registrated بياناتك السجلت بنجاح هنا كود رهقيري هذا الكود الرهقيري الخاص بي مثلا 180 486 هس إذا أجي أدخله شوف وسائل طبعا هذا الكود أنت تحفظه تاخذ له صورة إذا تريد تجي ترجع لل Application Form لاحظوا إذا أريد أجي أسوي Login أدخل لل Fort يطلب من عندي الجواز والكود الرهقيري هذا خاف مثلا يعني خاف مثل التحديث شغلات لاحظوا هذا ويطلب من هذا الكود العمني مثلا نطي Login هنا أنا شي يقول إطلاعات إرسال توسط دانش كا تحت برسي آس أعتقد هذا يقول أنه أنت طبعا هذه المعلومات التي يحملكها أنا أكيد سيكون بما أن هي أولاين لازم يطلع عليها شخص معين ويطلع عليها موافقة فهو هنا شوف ما قال الاطلاعات إرسال توسط دانش كا تحت تحت تورس سياس المعلومات المقدمة من الجامعة قيد المراجعة يعني داي يقول لي أنه هي بعده ما ما موافقي يعني ما ما مكملة الظاهر أنا بالحقيقة مثل ما قلت لكم يعني دا أشرح الشغلات وأني أيضا يعني أصلا بالحقيقة منطالب حتى ما أرب هذه البروست مجرد أقرأ عنها وأسأل وأجمع معلومات وأحاول أكون بها شروحات مفيدة يعني اللي أتوقع أنه بعد أن نتوافق مثلها سواء كأنما هذه الجامعة اللي قدمنا عليها راح تطلع إذا لقتني فعلا الطالب اللي عندها وفعلا المعلومات اللي ما لها راح تطليني verification راح تطليني تسوي verification تطليني تتأكد تسوي confirmation فتصير هذه الصفحة من خلالها أنا أتابع معلوماتي طبعا خلوا ببالكم إذا نروح للصفحة الأساسية راح نشوف هنا أنا قريت أنه visa request renewal هنا أنت من عدها تقدر تقدر تقدم على فيزيا وتقدر الفيسا أصلا تجددها فأني هذا اللي أعرف حبيت أشارك لأن بالحقيقة كثير من الطلاب راسلوني بهذا الخصوص وشفت هالموضوع أيضا بالحقيقة شفت كثير من الصفحات للأسف تحتكر هذا الموضوع الموضوع كلش سهل ولكن هي الصفحات تطلب إجور يعني صراحة أكثر من عشر دولارات يعني بالحقيقة هذا الموضوع يعتبر هو موضوع كل شخص يقدر يشتغل وسهولة فما ك حاكمة ما تعرف الشخص المقابل شنو تصرف طبعا إحنا مريد يعني نشكك بالآخرين لكن إحنا نقول مدام هي العملية سهلة وآل ومن باب أولي إحنا نطبقها حتى نكون إحنا مطمئنين باللي نشتغل كذلك هذا الويبسايت قلت لكم هذا إن شاء الله في حلقات قادمة حسب ما يتساء للوقت راح أشرح عليه شرح أكيد الجوجل ترانسليتر قد تحتاجون مجرد تختارون الترجمة من اللغة اللي أنتو تريدون ترجمون من عدها للغة اللي أنتو تعرفون ها كأن تكون عربي أو إنجليزي بهذه المعرفات البسيطة أنت تقدر تنجز عملك دون أي شخص آخر فإن شاء الله يكون هذا الشرح مفيد ووافي وكافي أكيد إذا كان الشرح مفيد حاولوا تشتركون أدعوكم بالاشتراك بالقناة ومشاركة القناة مع زملائكم أكيد أنا من عملي هذا أهدف إلى إشاعة المعرفة وأكيد أكيد أنظر إلى رضا الله من خلال دعواتكم إن شاء الله أحتمال راح يكون الكومنت أفتحها يعني التعليقات أفتحها بهذا الفيديو لأن قد تكون بعض الأمور وبعض الأسئلة لكن أكيد إذا أفتح الكومنتات أطلب أنتم من حضراتكم وبيناتكم تتعاونون سواء أسئلة أو أجوبة لأن بالحقيقة أنا حسب وقت الفراغ أكيد إذا عندي وقت فراغ راح أرد بالكومنتات وحسب معرفتي إذا ما كان عندي وقت فأعذروني من الرد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله يحفظ الجميع من كل سوء تحية أحبتي حيثما حلرت ترجمة نانسي قنقر